قد جاء قرار بناء هذا المشروع الاستراتيجي مدعوما بالجهود المستمرة لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سيرفع طاقة دولة قطر الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا أن هذا المشروع سيرفع طاقة دولة قطر الانتاجية من مادة القرئ الثلين عالي الكثافة بحوالي 82% اشتركوا في القناة